قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي إن استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ يمثل محاولة جديدة لتقويد سمعة العراق وأضف القاظمي أن هذه العمل الإرهابية الغادرة تأتي امتدادا لسلسلة من الاسهدافات بالصواريخ أو طائرات مصيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية وخلال بيانه دعا القاظمي كل القوى والأحزاب والطائرات السياسية إلى التعبير عن رفضها وإداناتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلق الصواريخ مؤكدا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدافات بات المجرمون يعدونه غطاء سياسي لهم ودعا القاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا إلى عدم وضع قيود للصفر أو النقل الجوية من وإلى العراق بما يشكل إسهاما في ردع الإرهاب عن تحقيق غايته